اي ام بي موتور سايكل زيك مستمرة باوتوفوكوس مشاهدين عم تعرف فيها على طرازات رائعة بالدرجات النارية خاصة مع اقتراب هلأ موسم الصيف ودخولنا بفصل الربيع الدراجة النارية هي حل أساسي باللبنان بعجلة السير اليوم عم تابع ومن بعد الكيتي ام عم نوصل لموتو جوزي واحد من من أعرق المصنعين بعالم الدراجات درجات النارية بالعالم ايف خدرة هاي انت سينير تيلز او سينير بانجر بموتور سايكلز وانبو خاطر اذا بدنا نقول معنا موتو جوزي اليوم متل ما حكينا مصنع كتير قديم بعالم الدرجات النارية مصنع ايطالي ولما نحكي ايطاليا عم نحكي ديزاين حلو عم نحكي كمان باور وبشي كامل متكامل منبلش مع مايك هي الاضخم معنا اليوم على الكاليفورنيا تعم تقل لي هي كانت معمولة خصيصا لغرض معين بس هاي الموتو جوزي تحديدا تقلفت بالسنة الف وتسانية وواحدة وعشرين يعني من اقدم صانعي الدرجات النارية بالعالم واللوغو طبعا نصر هو بعود لان واحد من البارتنرس كان بايلت بالأير فورس التلياني فاخدوا هدا اللوغو وحطوه للموتو جوزي هلا لانا هون الموتو جوزي كاليفورنيا الالف واربعمائة سيسي هي بتنعت خامس جانريشن من كاليفورنيا من متو جوزي كاليفورنيا كانت مت ما قلت لك سمموها للبوليس بلوس انجلوس كان بلش تمانمائة تسعمية الف سيسي هلا بيوصل لالف واربعمائة سيسي وش اكبر انجن عمل على موتو جوزي الحلو بالبايك انه فيا نظام عدم انزلاق وفيها رايد باي واير رايد باي واير هو نظام بس تدعس بنزين ما بروح قابل قوام على بابيونات بالموتور بروح على الكمبيوتر الكمبيوتر بقسم قوة الانجن فهيك فيك تنقق رين مود اذا عم تشتت الدني بتخفف قوة العزم عم اكتزا نزام قيادة مضبوط وطورين اذا عم تسوق بالعجقة وسبورت مود اذا كنت عم بتسوق بدك تعطيها كل قوة الى البايك بتجي ستة وتسعين حصان ومئة وعشرين نيوتن ميتر تورك يعني فيها قوة تشد كتير قوية بحاجة كمان لوزنة يمكن لها القوة مضبوط بس الحلو بالموتو جوزي وبالصانع الترياني انه الويت ديستريبيوشن مقربينه على الارض فبس تطلع لها لو بتشوفها كتير كبيرة بس تمشي بالبايك ما بتحس كتير ما بتحس بالمرة بالوزن بتسوقها كتير عادة بس ما نسرع فوق المية اكيد هذا انون السير جديد انظمة السير على كل حال هنتابع موصل من بعد جولتنا وبنقول سعره قبل لكاليفورنيا قبل ما انتقل لكاليفورنيا حتى تسعة عشر الف وتسعمية وتسعين دولار بما ضمنه تجييل تجييل وكله بسعر هالبايك حلوه كتير نوصل للفي سيفن هالكلاسيك بايك بترجعنا للسيكستيز والسيكستيز حلوه كتير بعرف بتلك التفاصيل لك تكنيكلي عن الدراجة هي الكافي ريسر كانوا كتير مشهورين بالقدق من زمان ورجعوا تغيرت الموضة هل عم نلاحظ بأوروبا وبالعالم كمان انه رجع كافي ريسر عم تنزل على السوق بقوة الناس كتير عم ترغبها عم بيرجعوا على الكلاسيك لوكس نعم الموتوغوزي عملت الفي سيفن بسنة الالف وتسعمائية وستين وكانوا كمان يسابقوا فيها فهلا بتجع بتقدمنا الفي سيفن ساكن ستيج يعني صار فيها اي بي اس صار فيها تراكشن كونترول بس فيها ثلاث انواع مختلفة عندك الفي سيفن ريسر تتميز باللوك سفور عادتها حتى بتختلف عن هاو دي يعني عادتها كان عم بتصوص سوبر بايك نعم بيجي الكرام الخليط بين الالوين الاحمر الكرام البنة مثل ما شايف بايك رائع حتى الجنوطة بيجو كتير مزبوط نعم وفيها اكيد اباس وفيها تراكشن كونترول هادي الفي سيفن ريسر حقه عاش تاليف تسعمائية وتسعين دولار بما ضمن التفئة بما ضمن التجير كمان كله عم بيكون بالسعر كمان عم تابع جردتنا الموصر على الاسباشل وفعلا هي اسباشل هالبايك ما هاللاين الورنج كتعم تقلي كمان في غير لون مزبوط مزبوط الفي سيفن سبشل كمان سيم انجن بتجي سبعمائة وخمسين سيسي بتجي خمسين احصان تجي ستين يوتون ميتر تورك وتشز فاري جود لانسوق كل يوم يعني ننزل كوميوتينج بايك فيها تكون فيك تسوقة رايدات فيك تسوقة كتير حلو البايك فيك تنزل فيها عجيم على تلميذ يعني بايك دتفتس افري بدي وسعرهم كتير كتير منيسب يعني البيك حقق تسعة تاليف وتسعمائة دولار بما ضمن التجيل وبما ضمنه التفي اوكي وكمان فيها اكيد فيها العنزمة كلها وفيها عباس وكلها الانزمة هايدي مهمة كتير اكيدة لعدم الانزلاق خاصة اذا تبين شي لهم باللبنان بتعرف كل شاب تشوف حدا شاطف احلى طرق انا باللبنان كابب ماي على الطريق بقى تكشي كنترول بمنع اكيد الانزلاق على الماي ووصل البيك الاخيرة هي البيك الاخيرة بس الولستون يعني عم بيعتبره صليد كولر عم بيعتبره الاسود المات او اليالو مات او عندها كمان عدة الوان كمان بتجي زيت المواصفات 756 سلسة تجي خمسين احصان 60 نوتون متر تورك اكيد فيها تراكشن كونتور اكيد فيها اباس كمان حقق تسعة الاف تسعمائة تسعمائة تسعين دولار بما فيهم التجيل بما فيهم التفي او اكيد برجع بذكر انه كل مطوياتنا مكفولين سنتين المالج يعني قد ما تمشي فيهم بيضله تحت الكفالة حلوان كتير كلهم ايف واذا واحد بده يفوت ياخد بايك بضيع خاصة مع الكوليكشن حلوة لموتو جودزي حبي زيت جاخل الشغل جورج انه الفي سفن عندهم كتس خصوصة يعني فيك حتى بس تشترية للبايك تعمل لكوستيمايزيزيش مثلا تطلب الارمي كتبعه او ستون كتبعه متما انت بده بجيب ريزرفوار تاني فيهو كتب يجي كامل تطلع شي يعني بترجع موظبول على الف وتسعمائة وستين بترجع بتسوق هيدا شكرا ايف بع كل هالمعلومات عن موتو جودزي اليوم اكيد نرجع نشوك بحلقات قادمة مشاهدينا نحنا الهوم نوصل لاختام اوتو فوكس لليوم للمزيد رسلونا على بيج الفيسبوك لاوتو فوكس سحبين تستفسروا عن سيارة جديدة مستعملة او دراجة نارية اشتركوا في القناة